أدى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميراً للكويت أمام مجلس الأمة يأتي ذلك أعمالاً لأحكام المادة 60 من الدستور بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح وعقب أدائه اليمين الدستورية قال أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح إنه من الضرورية مراجعة واقع الكويت الحالي خاصة على صعيد الأمن والاقتصاد والأحوال المعيشية مشددا على أهمية المحاسبة في إطار القانون عن الأعمال والتقصير في مصالح الموطن حذرنا في مناسبات عديدة بأن الأزمات والتحديات والأخطار محيطة بنا وأن الحكمة تقتضي منها إدراك عظم وحجم المسؤولية والتمسك بالوحدة الوطنية التي هي ضمانة البقاء بعد الله مما يتعين عيننا اليوم وحن نمر بمرحلة تاريخية دقيقة ضرورة مراجعة واقعنا الحالي من كثة جوانبه خصوصا الجوانب الأمنية والاقتصادية والمعيشية والتي هي وصية أميرنا الراحل طيب الله ثراء